ورجعنا لكم تاني على طول مع كابتن رونا كابتن رونا انتي خارجة كلية ايه طبعا انتي لوقتي الجسم من هنا للسنة الجاية مش هتعرفي يعني هو انا ممكن اتوقع يعني تربارياضية مثلا طبعا اصدامك بقى اعلام اعلام اه لا كده من البحرية طب ازاي ازاي طبعا قولي لي حبتي ايه تدخلي يعني كنت فاكرا ان دي حاجة مهمة جدا في حياتك بقى الرياضة وانك تدخلي حاجة شبهها ليها علاقه بيها بالعكس دائما كنت عايز اخش اعلام جدا كنت معجبة قوي بالكلية دي وعايزة لك ان انا استفدت كثير قوي من كلية اعلام يعني انا انا حبيت اعلام وحبيت الكلية جدا والميديا والديجيطال ميديا والادبيوتايزنج كل حاجة طبع اعلام انا حبيتها جدا وبعدين انا من وجهة نظري يعني ان احنا ممكن ناخد كورس تبع الرياضة هتفيدني اكتر فكت عاملة ميرج اللي هو باخد كورس تبع الرياضة علشان خطر مثلا لو فكرت اني امرا او بتاع فاواخد كورس تبع الرياضة والميديا بتاعتي اعلام فانا كنت حبة كمان اعلام قوي طيب اعلام بقى هنلعب وهنلعب حاجات فيها كوميكس واسئلة صعبة كنت عزرك لو انتي كابتن بس فبص عندنا كذا لعبة ممكن نلعب مثلا لاعبين فيها ماشي ماشي كنت لعبتين دور عشان بحبهم ها هائة في لعبة فيها أوبشنز او نحب اللعبة وفي لعبة بقى مفيهاش أوبشنز عشان هي بجد يعني مش سهلة بس حاجات معروفه او مش هنناخد كوعدة سوء من تاهوا س تمام سؤال سهل يا رب ايه اللي حل مشاكل محمد سعد في فيلم اللمبي واحد نحو الأمية اثنين عربية الكبدة تلاتة الكراسة الصفرة مفيش الدكتورة اللمبي مش اللي بالي بالك ركزي يا رب اللمبي تاني كانت قلت شو زادًا محو الأمية عربية الكبدة الكراسة السفرة عربية الكبدة خطأ صح انت بتقولي يا حاجة صح انت قلت يا الله حاجة باد عربية الكبدة عزيت تضمut الكراسة السفرة الكراسة السفرة اللي كان مكتوب فيها المعزيم واللي هينقطوه ناسية الكراسة السفرة صح خطأ انت خد اي بوينت و انا السنتيني طيب اقولك جملة اتقلت اهو بقى فيه جدا و قوليه مين اللي قاله ناو امبوسيبل مين ما متشارش ايو انا احبه لساس الدوي اسمه ايه اسمه ايه لو هكذا حاجة عقيلية كده اسمه ايه أنا أريد أن أقلها قولي اسم المسلسل الموضوع عائلي برابو عليك أستاذ محمد ردوان اللي أقل ماشي برابو نحسب لك بوينت نحسب لك بوينت إيه اسم سمكة بهيج اللي في فيلم تير انت فكرة بهيج صدمة كانت شديدة حتى فكرة بهيج سمكته كان اسمها إيه عباس حفني حنفي حنفي قليلا محيق مرحبا معيينك that two points out of ten استعادك توي دي برضو سهل على بك هغشيشك تلعت تيك توك كتير عيوريزك كتير عيوريزك كتير عيوريز لا يعنيني كيف يا مولتي لا يعنيكي وقد سمعتوا أن سهيلة ابنهاد أبي الحاكم تريده ولينفسها محبا ويدي مين بقيت بيقول لها إيدي براهل لو كنتش قلتها كنت أعزها على الأول هي أحلى من هنا تصورنا عليك انت شطرة انت شطرة ما برضو يعني أسئلة سهلة حظك حلو فاكرة مصرحية كده أوكي مونة زكي أنا متشبهها واحدة اسمها إيه؟ ومصرحية كده أوكي أسمهان باكينام باكينام ما هو أبشنز ما أبشنز؟ أبشنز مين اللي بيقول لك اللي قال الجملة دي؟ أنا دمي خفيف قوي على قلبي أنا بحبني موت آه ده مين اللي قال كده؟ أنا دمي خفيف على قلبي قوي أنا بحبني موت هو السلو ده مش فاكرة عيه؟ لا فيش أبشن مش فاكرة خاضص؟ نا خاضص أستاذ عمرو عبد الجليل أنا اخذ فور يوام الحمد الله يعني بحاول أصحابك طيب ده كده كم سؤال احنا عملناهم او لسه لسه فيه اتنين هنا واثنين ايه عدد اسماء البنات في اغنية وحية اميرة وحية اميرة 27 طب غنية وحية اميرة وحية اميرة لبنى وساميرة الابنى وساميرة وحية أماني وسامر ويناني وحية أماني سامر ويناني وحية أماني سامر ويناني عدتيهم؟ عدتيهم مش 17 بصيهم مكتوب هنا 18 32 حصيح أقل من 32 هو كان حاجة كان موكم كبير تلقي أنت كنت أربعة؟ 4 أقل وأنا 3 دلوقتي الحمد لله الرب من قال؟ هذه أغنية على باب الشيمة تذكرتي قديمة كيروكي أمير غناها أمير 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 أحاول أخذ أي أقل أمير أحاول أخذ أي أقل أخذ أي أقل ثلاث أقل أخر سؤال تقريبا هنا وهنا ماشي إيه أسماء الاتنين اللي كسبوا جائزة باور فاميلي في فيلم جي أنا البيان التالي؟ عفة وعلاق ميرفة وعلاق سأساعدة عفة وعلاق ميرفة وعلاق ميرفة وعلاق ميرفة وعلاق ميرفة وعلاق ميرفة وعلاق صفا يا علاق كسبت يا من المحصول صفا صفا كده سيكس بوينت ستريق خلاص أنا خسرانة خسرانة يعني في آخر واحدة سبت يقول لك شربيني مع أن أنت عارف أن أنت شربيني أنا بس يعني ما عوزي أنت يقول لك شربينو والهاء دي تعود علي اسمه ما فيه ايها اسمه ايها ماجد صحا التاني بقى شيك شيك خلاص كسبت عمتا نضعه فى الآخر عشان ما نقل هو فى شي تانى برابا عليك يا رانو برابا عليك أنت برابا عليك أنت برابا عليك أنت برابا عليك برابا عليك أنت خدت منك بوينتس او حاولت والله يساعدك اكتر 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 عمالت لحاجتين طيب عرضي لكي سؤال تقريبا أخير قولنا لكل الناس التفرج علينا والأبطال اللي زيك اللي عايزيني يبقى أبطال زيك أكيد بتكوني خايفة متوترة الآن قبل الموتش احساس الموتش ده احساس تالت خالص اللي هو انتي انا عايزة اكسبه بتاعو بيبقى فيه توطر جو الموتش ده جو يعني احساس ومشاعر كتير قوي ولو انت عايزة تعملي احسن حاجة عندك وبردو خايفة من الناس اللي حواليكي رأيي ان انتي تفكري ازاي هتلعاب الموتش ده يعني تصيبك من الخوف والقلق وان انتي عايزة تعملي احسن حاجة عملك رأيي ان انتي تشوفي بقى الموتش ده هيتلعب ازاي تفكري التفكير ده تسعة وتسعين من النجاح يعني تسعة وتسعين من النجاح بس ده قبل الموتش على طول ولا انتي بتتكلمي في التحضيرات والتمرين يعني هو انتي مفروض تحضري كويس وتتمراني كويس بس انتي مثلا لو مش محضرة كويس ولو مش متمرانة كويس بسبعين في المية من اللي نجاحك ترمتش تبكيرك اللي هو هفاهمك هشرح لك انا اغبطيني يعني انتي لغبطيني عشان مثلا عندي معلومة ان انا مفروض اكون دخلة ذهني صافي مركزة جدا افكرش في اي حاجه غير اني دلوقتي اريكورد سكور حلو اكسا او ما هتريكورد السكور ده ازاي ازاي بقا يعني مثلا هتلعابي نموتش ازاي انا قريدي متمرانة ومخططة مع الكابتن بتاعي ومضبطة كل حاجه يعني مثلا هقول انا هلعق همشي جامد اوي هنا وهبط هاخد نفس هنا وهكمل جامد اوي في الحتة دي دي الاستراتيجي التي انتي اعرفها ما هي تعمليها لوحدك لا انت بتعمليها لوحدك انت بتعمليها لوحدك على حسب انت تعبنا ايه او اجهاتي ايه او دروف او قبل مثلا الموتش تبصي على الروت هيتمشي ازاي يعني انا دي بقى الرياضة العلمتالي اللي هو قبل الموتش ببص على الروت اللي هو بابوس هل مثلا عندي انكلاينت ولا دي كلاينت هطلع ولا هنزل ولا الطريق عنك مطالة ولا منازل او الطريق ممهد عادي ثابت فمسلا ايه عندي في السباحة طب السباحة هشد جامد قوي ولا هتبقى نص نص وبعد كده هلم عليهم مثلا في العجل والجري فهو ده بقى التفكير هل انا مثلا هقول مش مهم تعبانة ولا مش تعبانة ولا هكمل هي دي بقى الحتة بتاعتك انت بتركيزي وتفكري هتعملي الاستراتيجي بتاعتك عشان تكسابي بس متفكرش في ايه حاجة غيرها او دي اهم حاجة ده انت يعني لو خايفة قبل الموتش بتركيزي اوي او متوترة تركيزي اوي في ال لا وتحدي نفسك كمان يعني قولي نفسك بالروحة يا رانا او سواء كان اسم الشخصان بالروحة هنعمل مثلا واحد دين ثلاثة وهنجر حتة دي بالجامد وهنم على كل الناس بقى تعبانين مش تعبانين هنشد اخر مثلا خمسين متر او اخر مثلا من اخر حتة دي تعبانين او لا هنشد جامد فتبتدي بقى تشجعي نفسك تركيزي في اللي انت تتعمليه عشان التوتر يروح بالظبط فدي دي حاجة تاني حاجة بقى ان انت تشجعي نفسك زي ما انت قلت بالظبط والصبر والسعي ان انت بقى تتمرني كويس تركيزي في تمرين التمرين ده اهم حاجة انت لو عندك استراتيجي وبتفكر يعمل لها كل حاجة بس انت متمرنتيش كويس مش هتقدار يكملي بالظبط والالتزام ده اساس النجاح اي حاجة ده طبعا معروف لكل اللي عايز يكمل في الرياضة او في اي حاجة بيحبها عمتا حتى في الشغل عشان تنجحي مثلا في شغلك او بتاع لازم برضو تبقي ملتزم ده حاجة ده اكيد ده ده كل الاكيد اللي بيلعبوا الرياضة عارفين التمرين الساعة سبعة ما بنجيش سبعة وربع بنيجي سبعة الا عشان نبدأ التمرين سبعة عشان تبنى عشان نستراتشز عشان فنبدأ بالظبط في المعاد فده طبعا ده مفروض ان احنا حاجة مفروغ منها يعني طيب معلش انا تموعة سؤال كمان ايه مين من الرياضيين او مين ملهم ليكي انسباير ديو او بتحبي قوي انك تتفرج عليه بتتشجعي تتحمسي هو كان حد برا برا ظن الرياضة بتاعتي بس كان حد اعراف يعني كويس وبتاوكد هون هم حتى ما يعرفش بني ان هو كان سبب في حاجة يعني هو شخصين ما يعرفش طيب اعرفي بس الحقيقة يعني ان هو كان بالنسبالي اللي هو الله ما شاء الله ده حقق مش عاربت ايه ده بسبب الرياضة مثلا تعلم برا يعني فيه حاجة كده عملها اللي هو لا انا عايزة بقى احسن من كده انا عايزة اثبت نفسي مين حضرتك ده السؤال مين تخدت بالك من السؤال مين يا كابتن بصراحة عالي بن خالي قريبي هو وطل عالم سكواش فكان بالنسبالي تعالي ابطاله وكل اخوة وكان ريكورد عالمي يعني فبصراحة اللي هو لا انا بصراحة كنت عايزة ابقى زيه وعايزة بقى ان دي منافسة شريفة ايوه طبعا دي حاجة حلوة جدا اللي انا ابقى ببصل حد اخويا او قريبي دي منافسة شريفة جدا او حتى حتى ما عرفوش ان انا ابقى ببصل ان هو حاجة ايدل حاجة بالنسبالي قدوة ان انا ابقى زيه دي دي معلومة الناس كلها هيتفجقوا بيها دلات انا مفسوطة قوي دكت معانا النهاردة يا راني وانا كمان بصراحة جدا بجد يعني شرفتيني واعتقد ان الناس كلها ببسطت من قصة نجاحك الحلوة دي وقد ايه انت بانوتا جميلة قررتي تدخلي مجال غير الرياضة اللي انت بتلعبها وانك شطرة فيها جدا وبطلة فيها عشان يكون عندك جزء من شغلك بعيد عن جزء الرياضة وتعرفي تعملي اللي اتنين عايزة تبقي كوتش هنا وتمراني هتعرفي تعملي ده لانك بطلة ولانك قريدي بتاخدي كورسات في ده قررتي البورت بتاع الاعلام والميديا اللي انت بتحبية تعرفي تشتغل فيه جود لك وانت يا لست صغيرة وكل النجاح قدامك انا ببسطت قوي بيك النهار ده انا ببسطت بيك جدا ومجاد انت موزيعة هيلة يعني عمقسمي في الاعلام بقولك انت موزيعة هيلة اه دي حاجة اعتز بيها الفاندم صراحة ببسطت بيك جدا 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 بجد حلقة كانت حلوة ان شاء الله تعجب الناس كلها ان شاء الله تعجب الناس كلها مرسي قوي رانا شكرا قوي ليكم هنشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم ماتشا سكر بره مع جولي سلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة